خلينا نشوف بقى مباراة الزمالك مبارح والنصر المباراة كانت بلاش نقول رأيك خليك أسمع رأيك أنت الأول المباراة كانت مختلفة وعلى عكس توقعات كتير ولا لا المباراة كانت متوقعة أنها تمشي بالسياق ده لأ طبعا إحنا قبل المطش ما فيش حد في مصر كان متوقع أن هذا الزمالك هيكسب النصر السعودي أو هيعمل معها حتى على الأقل تعاجل لمعطيات كتير إيه اللي تخبرت اللعبين الأمور اللي محيطة بالفريق بقالع فترة كبيرة القيمة التسويقية بتاعة اللعبين المشاكل اللي موجودة في نادي الزمالك زي ما حرج بتقول الأسامي الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في المباراة مبارح كل ده كان له حسابات قبل المباراة لكن شفنا المباراة لقينا 11 اللعيب ده 11 اللعيب ما هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه وده المنطقي وده اللوجيكي يعني أنت النهاردة كان فيه زميل مبارح معاكم قال يا جماعة مصر لعبة إيطاليا 1-0 لعبة البرازيل عادي خالص ما فيش مشاكل فهي القصة مبارح بس إن سوريو حط التشكيل المزبوط اللي هو يقدر يلعب به أفضل الأدوات اللي موجودة معها إنه يقدر يلعب به مطش زي ده بس لازم نعرف حاجة مهمة قوي إن هادي النصر رغم إنه سكواد عالي وإنه رغم إنه هو فيه لعبة بأرقام رهيبة وأسماء كبيرة زي رونالدو زي مانيو زي تاليسكا بس هم عندهم مشاكل هم عندهم حراست المرمى فيها مشكلة كبيرة هم عندهم خط الدفاع طبعا عندهم مشاكل كبيرة جدا وبطاق جدا وده اللي ظهر مبارح في فرق الصراعات بين الجزيري وبين زيزو وبين خط دفاع نادي النصر السوري يبتدى كويس عمل تشكيل كويس أول المطش تشكيل ممتاز كلنا توسمنا خير حسين نادي الزمالك موجود في الملعب ليه شك وليه لون وليه طعم زي ما بيقولوا لحد الدقيقة 53 الدقيقة 53 يعني دقيقة فاصلة في مطش مبارح واعتقد ما حد شقدر ينفى الدقيقة دي بنقصوري يطلع أفضل لعيف نادي الزمالك مبارح بيسحب الفرقة بالبلد كده يعني يقولك ده بيجري بيسحب الفريق وهو طبعا سيف الدين الجزيري مفيش حد يفهم لحد دلوقتي ليه ده أنا لسه كنت حسألك بصي بصدقيني أنا مكلم ماذا حدث يعني مبارحة نقشت مع زمالك كتير صحفيين ونقاد رضيين ومدربين محدش فهم بقى مانا محدش فهم محدش عارف ايه الغرض انه يسحب سيف الدين الجزيري في التوقيت ده انت كسبان المطش بتقدر تقول ان انت راكب المطش السيمتريات بتاعت الملعب والشكل الملعب اللعبة متنغمة تماما وفيه سرعات بتحصل واللعبة واقفة على الكرة كويس وجبهات شغالة سواء كان زيزو وفتوح الناحية التانية شيكبالا ايه اللي حصل ما نعرفش كان لازم في التوقيت ده يعمل تغيير لو هو عايز يعمل تغيير انه يطلع شيكبالا وينزل بهم انضاي ويبتدي يعمل سرعات في الجزء الاماني بالتلاتة دولي طبعا تشكيل غريب غير ماشي قلنا مش مشكلة ما فيش بشاكل عمل تغييرة تانية اغرب واغرب بنزول حتم سكر فضى نص الملعب خالص طبعا كان شيء طبيعي ومنطقي حتم سكر نيمار ما فيش سرعات خلاص المطش خلاص المطش راح في اتجاه تاني وسايف شيكبالا في الملعب فترة كبيرة ابتدى شيكبالا ينزل دافع وشيكبالا رغم قيمته الفنية الكبيرة بالنادي الزمالك لكنه سنه كبير معدل الجاري بتاعه مش هيبقى زي الشاب الصغيرين شكبالا بتاع اللمسات النهائية الشيك بتاع اللي بتقفق للمباراة بصي شيكبالا موهبة كبيرة ما فيش حد يقدر ينكر دوت والعيب كبير جدا طبعا وليه من مواهب فعلا المعدودة في تاريخ الكرة المصرية بعيد عن اي ظروف محيطة بيه من اي نوع وجوده في الملعب بيحل اللعب وبيدي اللعب بشكل وطعم بس هو ليه دلوقتي مرحلة عمرية معينة لازم يلعب بشكل معين بوضع معين لازم الراجل اللي بقى موجود المدير الفني اللي بيدير في الاتنادي الزمالك يبقى عارف دورش كبالا الرئيسي لكن المبارح طبعا قسوريو وعلى فكرة قسوريو دي مش او مرة يعملها يعني على طول باستمرار هم شخصيته ممكن يطيقى تشكيل كويس ممكن يعمل كرة حلوة في المطش لكن بييجي كده في اوقات بيعمل تغييرات مش مفهومة فعلا وانا مستغرب ان الجهاز الفني المعاون المصري اللي معاه ملهمش دور كبير في المواضيع اللي زي دي يعني هم برضو لازم يتناقشوا معاه ما نعرفش طبعا هم ده بيحصلوا بس تغييرات مبارح دي بتغييرات مدرب بيخسر مطش يعني اختصار شديد خالص مدرب بيخسر مطش ومطش بصراحة شديدة من أسهل المطشات اللي شوفت نادي الزي مالك بالعبعة بأمانة يعني يعني شوف سكواد الزي مالك وشوف سكواد النصر لا طبعا نادي الزي مالك عمل مطش كبير المطش كان موافق جدا الشكل بتاع الزي مالك كان محترم جدا 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 كان عايز يتفرج على كرة حلوة كان متاح له انه يتفرج على كرة حلوة مبارح احنا سعداء بوجودك معنا النقد رياضي ايه بن حاس نورتنا وشرفتنا شكرا لوجودك معنا انا باشكرك ومبسوط ان امود معك يا منا اهلا وسهلا شكرا